ما حدث في الأسبوع الماضي في مجلد كروم عشنا على شاطئ الساخني قبل أسبوعين تقريباً وهنا عم نحكي عن وجود إنسان في المكان الصح وفي التوقيت الصح لأنقاذ حياة إنسان واجه عارض صحي شكل خطورة على حياته صحيح مصطفى وهي كان دفتنا في بداية هالحلقة هي الشاب الممرضة غدير كيوان اللي فوجئت خلال مشاركة بأحد الأعراس في البلد بأن هناك رجل يعاني من أعراض نوبي قلبي وبطبيعة الحال سارعة لحتى تقوم بدوره الإنساني والمهني ونجحت في إسعافه وبدنا نمسي بالخير على غدير أهلا وسهلا فيك يا غدير معنا مساء الخير غدير شو اللي صار بهذه الليلة؟ فهاي الليلة كان عندنا عرص للعيلي خلال العرص بطلع بشوف كل الناس متجا مهري حوالي إنسان أنا بعرفش كتير من البناء آدم توجهت لهنا كان عم بعمل كل الآراض طبعت النوب القلبية كان عنده اختناق مش غادر يتنفس فمن طبيعة شغلة قدرت أعرف إنه عم بعمل جلطة قلبية بلشنا على المحل محاولة إنعاش بلشنا يا عمي أنت ومين؟ كان بالصدفة هناك شاب كمان هو مسعف وبالصدفة لأجل الصدفة كمان كانت صبية اللي هي شوفيرة إسعاف سائق لإسعاف من ثلاث أشخاص مع هاي الخبرة كانوا عم بسعفوا في الشخص المصاب بالضبط الوقت كان جدا مهم كان جدا مهم مبلش كيف اللازم فطلبت من الصبية إذا معها الشنطة تبعتي الإسعاف الأولة بالصدفة كان معها وبلشنا الإسعاف الأولة الإسعاف الأولة كيف اللازم الشاب اسمه خليل شحادي ساعدني بالعسويين هي جبت للشنطة بالشنطة كان تقريبا كل الأجهزة اللي إحنا بحاجة لإلها والحمد لله بفضل ربنا قدرنا نساعده للزلم غدير مع أنك يعني بمهنتك الأساسية أنت ممرضة بس يعني طبعا التمريد كمان هو تخصصات يمكن مش دايما بيكون عندك فرصة أنك تقومي هيك على مسؤوليتك الكاملة أنت وكمان أشخاص بإسعافات أولية لشخص اللي عنده عوارد النوبة القلبية أنت شو مرأ عليك بهاي اللحظات قداش حساتي مسؤولية خوف كتير تساؤلات أول إيش حسات مسؤولية جدا كبيرة أنه أنا في قدامي إنسان اللي هو عم بيموت يا في هاي اللحظات أنا نلحمه بحارب بحارب عشان حياته وبنقضه بعمل المستحيل بالنهاية الشغل شغل ربنا إذا مكتب له عمري زيادة بعيش بس أنت كممرضة أنا كممرضة حطيت كل قوتي إنه لا إنه نعالجه وننقضه وهاي مش أول مرة أنا بتعرض لحالة إسعاف وإنعاش إسعاف وإنعاش بس للأسف خلص عمره وباقت الفشل بدنا نرجع للليلة للليلة العرص في مجد الكروم كل اللي وصفتي كان بالرواء وشوي شوي وعم تشحينا الأمور وكأنها كانت بهاي البساطة بس اللي أعتقد كمان عفف متخيلته لأنه سمعنا من التجربة بتشبه بس صارت بالساخنة قبل أسبوعين على قد دايك كانت ضغط والتوتر تبع العائلة والقلق على الشخص المصاب عامل مؤثر على الشخص اللي عم بعالج أي نوع ضغط عشتي من البيئة المحيطة حواليك من الناس اللي حواليك في الموقف اللي أنا كنت فيه كنت لازم أخذ موقف جدا حازم في بداية الإنعاش كان أجد شباب عم تجرب الهحياء تجرب إنها تعمل عسويين أنا مرأت كرستي ببولن مرات في مستشفى رنبام هخشرة واشتغل لمساعدي أولية طارقة نقول في الحالات الطارية الضبط فكنت عارفة بالضبط شو عم بعمل وفاهمي شو الوضع اللي اللي عقبالي في هذا الإشي شوي بعتيك ثقة بالنفس وبعتيك لما أنت عم تعمل وانت فاهم شو أنت عم تعمل فبتكون مسيطر أكتر فأنا فهمت خاف العيلي وقتها قلت لهم إنه خليكوا عجاني تخافوش كل شي بيكون تمام إن شاء الله بس الوضع ما كانش هوين لما أجيت أنا على أبو السامر ما كانش فيه نبض بالمرة ومع هيك ما استسلمناش كملنا في العسل ودي أخذ وقت بعد أكم دقيقة حسيتو أنه رجع عم بتجاوب مع الإسعاف الأول أول عشر دقايق ربع ساعة ما كانش فيه تجاوب ربع ساعة مش وقت قليل بالمرة بالمرة بالشخص اللي عم نامله إسعاف أول قلنا ديفبريلاتور ما هو؟ مخشير اللي بيعتي ضربات كهرباء للقلب بيعتي ضربات كهرباء للقلب لما جابوا ديفبريلاتور عملياً لازم هل يجب أن يكون بسيارة الإسعاف أو نجاب خصيصاً بمواقف أو ممكن يكون بقدة الطوارئ في أي قاعة مثلاً؟ حسب وزارة الصحة ديفبريلاتور خطي أوتومات هو لازم يكون في كل قاعة في الباص في محطة القطار في المجمعات التجارية كمان كل محل فيه تجمع ناس كل محل تجمع ناس إذا أنا مش غلطاني فوق الخمسمائة شخص ولكن طبعاً اللي يستعمله هو شخص مؤهل اللي يقدر مش شرط مش شرط لأنه عم نقول جهاز نصف آلي إذا بدأت ترجم للغة العربية واللي بعطي ضربة كهرباء للقلب مزبوط حكي الديفبريلاتور خطي أوتومات هو مفضل إنه اللي يستعمله هو شخص يكون فاهم بس في حال ما كانش فيه شخص وهون أنت عم تحكي عن نحظ حياة فالديفبريلاتور أنت بتطوليه ما ماشا بتحط المد بكوت هو بقولك شو تساوي بالزبط وين تحط اللزقات تبعونه هو إذا بيشوف نبض لحاله بيبلش يعطي ضربات كهرباء بس أنت لازم تكون المسؤولة عن إدارته إدارته التعليمات موجودة ولكن بيكتر تتنفذ بزابط طيب يعني لا شك إنه قلت عملنا اللازم عملت اللازم عملنا المطلوب منحب ومهم نعرف شو المطلوب إذا اليوم واجهنا نفس الموقف أو الموقف مشابه ومعناش عدة إسعاف أول يولا أجل الصدفة ما كانش معنا ممرضة أو ممرضة أو حتى سائقة سيارة إسعاف إحنا هيك عزل عم نرقص بصهرة فجأة عم نشوف هيك حالي شو علينا نعمل وشو الممنوع نعمل أول إشي أول إشي لازم نتواصل مع الإسعاف حسب خطورة الحالة أو أنت تطلب إسعاف اللي هي نيادة تيبول نمرات فبالوضع الطبع أبو سامر بالوضع اللي هو حالة طوار أول إشي الناس طلبت أمبولانس العادي اللي في نظري أنا ما كانش كفاي قلت لها أنت زمينه نيادة تيبول نمرات أهم إشي وفي حال عن جد أنه كانت هيك حالي نيموها على الأرض ارفعوا الراس لورا بل شعي السييم إذا بتعرفه تدليق أسميني تدليق في مناطق معينة اللي هي عند الحد القلب أو حد القلب لغمق خمس سانتي مهم جدا أنه الواحد حتى اليوم أي إنسان بقدر شوي يفوت على اليوتيوب يخضر فيديو يتعلم هاي الشغلات وبدأ أقول أكثر من هك يعني من اطلاع هكا يعني عام على الموضوع حتى اليوم بعتوا دورات تأهيل أونلاين عن طريق الشبكي لأنه عن جد يمكن هاي الحوادث اللي عم بتصير أكبر دليل أنه على الأقل واحد من العائلة لازم يكون مؤهل لدورة إسعاف أولي مزبوط جميل الغدير يعني يعطيك العافية مهم جدا وكل قصة منها النوع هي ملهمة والحمد لله على سلامة أبو السامر بكلمة أخيرة بعد ما صحصحت من الموضوع عايق تلعظ صبح جديد بمجد الكروم وشفت الناس عم تحكي على شو صار وإنت استوعبتي على المحل كانت ساهل بمسابة يمكن لأن وجهت هذا الموقف أكثر من مرة وجهته في المستشفى في الورديات اللي كنت أتواجد فيها مرات في الإطار المهني بيكون مختلف عن بالحارة أنا كمان في بيئة مستشفى موجودة كل البلد عرفت هذا الموقف الثاني لا في ناس أخذت الموضوع إنه مش مفهوم ضبنا إنك هيك تعملي بس أنا حسات الإشي مفهوم ضبنا إنه هذا واجب الإنساني اتجاه أي شخص أنا بشوفه في حاجة لمساعدة أساعده وهو فعلا واجب إنساني ومهني وأيضا أخلاقي غدير يعطيك ألف عافية شكرا لحضورك معنا ونقل هذه التفاصيل شكرا لكم